نذرت لله نذرا أن أذبح عجلا لكني لا أستطيع أن أدفع ثمنه كاملا فما الحل الجواب قال الله تعالى وليوفوا نذورهم وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه ويكره النذر ويجب الوفاء به فقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه ولما قد يترتب عليه من الحرج فعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل والوفاء بالنذر واجب متى تحقق المعلق عليه إذا كان النذر معلقا وكذا إذا كان غير معلق فمن نذر فعل شيء يجب الوفاء به ويجب أن يصرفه أي المنذور على مصارف الزكاة أو بحسب نيته ولا يجوز للناذر أن يأكل منه ولا يجوز لأهل بيته كذلك فإن والأكل من المنذور أو قال أذبح وآكل منه جاز له أن يأكل ومن عجز عن الوفاء بالنذر أو عجز عن بعض ثمنه فعليه كفارة يمين ليتحلل من نذره فعن عقبة ابن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كفارة النذر كفارة اليمين والله تعالى أعلى وأعلى